سيدي تقييمكم لأداء الجماعات الإسلامية والدعوية والخيرية هل أداؤهم يدل أنهم يفهموا الواقع بشكل؟ في نقطة مهمة جدا أرجو أن الإخواننا الإسلاميين والدعاة والمصلحين يأخذوها بعين الاعتبار نحن في العمل الاجتماعي وفي العمل الدعوي نسبيا ناجحون يعني إذا تقارن أداء الإسلاميين بأداء مثلا العلمانيين أو القوميين أو ما شئت إذا قارنت الأداء على المستوى الدعوي التغيير الفكري تغيير الثقافي الأخلاقي الإصلاح الاجتماعي فالإسلاميون ناجحون أكثر من غيرهم بكثير لماذا؟ لأنهم يقدرون المصالح والمفاسد في أشياء هي من ضمن اختصاصهم يعني العلم الدعوة لما واحد يدرس دعوة يدرس الحقيقة يدرس الواقع الدعوي والأخلاق للناس لكن أين يفشل الإسلاميون عادة حين يقدرون الواقع حين يقدرون الأمور في واقع لا يعرفونه ومنه مثلا الواقع السياسي الجماعات الإسلامية عبر قرن من الزمان تقريبا هم من فشل إلى فشل والسبب أن الذي يقدر المصالح والمفاسد في الشأن السياسي هو شخص غير سياسي أصلا في الأساس الجماعات الإسلامية فقيرة بالسياسيين وحتى لما يكون هناك فيها سياسيون على الغالب قادة الجماعة هم الذين يقدرون المصلحة والمفسدة ويشرحون الواقع السياسي وليس الخبراء يعني القبير يختلفون معه في بعض الأمور والراجح قول القيادة والراجح قول القيادة نحن منتخبون أما أنت تشير طيب هذا لكن شورى مختص هذا شورى مختص يجب أن تكون ملزمة مثل رأي الطبيب في حالة مرضية رأي طبيب ولا رأي مئة مهندس هذا متخصص نعم فحقيقة علينا أن ندرك علينا أن ندرك أن تقدير المصالح والمفاسد في الشأن السياسي هي للساسة وتقدير المصالح والمفاسد في الشأن الاقتصادي هي للاقتصادي وفي الشأن السياحي هي للسياحي وفي التربوي شأن التربوي هي للتربوي شأن التعليم هي طيب يقول إذن ماذا بقي للشيخ في بعض الأحيان ما يكون له إلا النطق بالحكم لماذا؟ لأن في المصالح المرسلة الحلال والحرام مبني على تقدير المفسدة والمصلحة نعم لما يأتي خبيئ خبراء عسكريون يقولون دخولنا الآن في صراع مسلح دمار لنا وآتي أنا لا أفهم شيء في العسكري يقول له ليس بدمار وطيب أنا وأقول لا يجوز أن ندخل لأنه ليس بدمار قولي ليس معتبر معتبر قول العسكري هو الذي يقدر هذا الأمر جميل لذلك أنا مرة يعني رأيت شيء جميل في أحدى البلدان العربية زرتهم قال نحن ألغينا دائرة الإفتاء ووضعنا عندنا مجمع فقهي فيه 49 عضو من كل التخصصات فلما تعرض قضية لها بعد فقهي يعني اقتصادية لها بعد فقهي يتكلم الاقتصادي ويصور المسألة ويتحدث الفقه وهكذا جميل سيدي بربع دقيقة مواد تثقيفية لفهم الواقع فهم الواقع مثل فهم كل المهن كل المصالح كل الأمور موردان مورد المعرفة والاطلاع والقراءة والتخصص ومورد التجربة والممارسة والمعايشة لما نمارس شيء ونعايشه نفهمه بشكل جيد ولما نقرأ عنه أيضا بعمقه نتخصص فيه أيضا نفهمه وشيء جميل أن تتكامل الخبرة مع المعرفة حتى لأن الكتب دائما تكون مثالية أكثر والواقع بيكون أضيق أفقه أضيق فلما تجتمع المعرفة والتخصص مع الممارسة والتجربة يكون هناك تتامل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر